ده خاص رقم 10 كابتن محمود الخطيب دعا الشيخ طه اسماعيل كابتن الكبير كابتن طه اسماعيل ومعاه أعضاء لجنة التخطيط طلب منهم تصوراتهم للمطلوب من سوارس الفترة القادمة يقولولو إيه لما إيه إيه خطة الشغل اللي المفروض يشتغل بيها إحنا عايزين إيه عايزينه يطلع شوية شباب يلعبوا عايزينه يشتغل هجوميا مع النادي الأهلي عايزينه ما يتكلمش في الإعلام كتير يعني هيحطوا شوية حيات كده يتفقوا فيها الكابتن الخطيب مع الدكتور طه اسماعيل القامة الكبيرة دكتور طه اسماعيل القامة الكبيرة دكتور طه اسماعيل عشان بيتسه مسيماني قبل ما يمشي كان بيرمي شوية كلام على الدكتور طه اسماعيل تحديدا وأنه في ناس في الأهلي كان بتحاول تنتقلني وتهجمني طول الوقت في التصرحة الصحافية بس ده قيمة كبيرة أكيد الشيخ طه اسماعيل مكانش أكيد عايز ياخد مكان مسيماني فإحنا بنسمع رأيه فالأهل هيسمع رأيه الدكتور طه أسماعيل هيسمع رأيه أعضاء لجنة التخطيط أتكلم على الكابتن محمود الخطيب في أهدافهم أو أراءهم أو أفكارهم اللي هيترحوها على شوارس الموديل الفني الجديد للنادي الأهلي